السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل سلسلة تصوير المعالج عن طريق الايفون. ننتقل القائمة جديدة اللي هي الروتين. اللي هي قائمة الخاصة بتدوير الصورة. ونشوف ايش اسخداماتها. بجرد انت ما تدخل للقائمة هيعمل لك اه وزن لابعاد الصورة. بشكل وممكن انت تتحكم في عملية اللي هو تدوير الصورة وتصحيح ابعادها بشكل اه يدوي. او ممكن تحول اتجاه الصورة وممكن اه تقلب الصورة او تغليها بشكل جانبي. فهذه القائمة جميلة جدا في عملية ترتيب اه الابعاد والخاصة بالصورة. ومهمة جدا في بعض الصور اللي تكون مائلة ممكن تعدل المائلان الخاص فيها عن طريق نفس هذه القائمة. وهي جدا جدا مهمة وجميلة في نفس الوقت. ونكمل في الصورة اللي بعدها. اشتركوا في القناة